عملاً بتوصيات المنظمة الدولية للصحة فقد تقرر تكريس إشكالية مكافحة مرض السرطان والوقاية منه كأولوية وطنية يتم التكفل بها في إطار مبادرة وطنية في إطار مبادرة وطنية توضع لدى السيد رئيس الجمهورية ويتم متابعة تجزيدها وتقييم نتائجها على مستوى رئاسة الجمهورية تقرر كذلك دعم هذه المبادرة بكل الموارد المالية اللازمة حيث سيتم تخصيص وفوراً 70 مليار دينار من الصندوق الوطني لمكافحة السرطان مع الحرص على تدعيم موارده المالية سنوياً وبدايةً من سنة 2024 بمبلغ 30 مليار دينار زيادةً على المخصصات الأخرى بعنوان ميزانية الدولة